تكرت القناة الأفغانية كابول نيوز اليوم الثلاثان حركة طالبان الأفغانية ستشكل لجنة من 12 عضوا لإدارة البلاد مضيفة أنه إلى غاية الآن توصلت جميع الأطراف إلى اتفاق بشأن سبعة أشخاص موجودين في القائمة الأشخاص السبعة هم رئيس المكتب السياسي لطالبان عبدالغني برادار وابن مؤسس حركة طالبان الملة محمد يعقوب والقائد العسكري لطالبان سراج الدين حقاني ورئيس الوزراء الأفغاني السابق قلب الدين حكمة يار والرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبدالله عبدالله ووزير الخارجية الأفغاني في حكومة غني محمد حنيف أتمار ولا تزال أسماء الخمس الباقين قيد التفاوض كما لم تعلق طالبان بعد على هذا الخبر